العام الحالي يعتبر الأصعب تشغيليا على البنوك الكويتية منذ الأزمة المالية العالمية فخلال هذا العام أغلقت جميع البنوك أبوابها لمدة عشرين يوما بتوجيهات من بنك الكويت المركزي لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي أجبر البنوك على تأجيل أخصات عملائها من الشركات والأفراد لمدة ستة أشهر الأمر الذي حرمها من إرادات التمويل وأثر على نشاطها التشغيلي كان من أكبر تلك التداعيات ألا وهي تأجيل سداد القروض لمدة ستة شهور والتي امتصتها حقوق المساهمين بشكل كامل وكان توزيع أثرها على مدى أربع سنوات تبدأ من عام المقبل وذلك حسب توجيهات وتعليمات البنك المركز الكويتي في كل عام تتصدر أرباح البنوك الكويتية نتائج الشركات كافة في الكويت لكن في زمن كورونا المشهد اختلف فقد تراجعت أرباحها 51% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي نتيجة الزيادة في المخصصات الاحترازية لكن ما هي توقعات القطاع للعام المقبل؟ نعم بالتأكيد هناك عوامل ومعاطيات تشير إلى النمو للبنوك الكويتية ألا وهي الملاء المالية وتنويع مصادر الدخل ناهيك عن السياسة النقضية للبنك المركزي الكويتي التي تدعم القطاع المصرفي الكويتي فبالتالي عودة البنوك في عام 2021 سيكون مؤكد EFG أرماز تتوقع ارتفاع أرباح البنوك الكويتية بنحو 44% في العام المقبل نتيجة التراجع المتوقع في المخصصات ورغم تداعيات فيروس كورونا على النشاط التشغيلي للبنوك إلا أن المجموعة تؤكد على أن متوسط مضاعف السعر إلى الربحية في البنوك الكويتية سيكون الأعلى على مستوى المنطقة بنحو 32 ضعفاً في 2020 عدوى فيروس كورونا كانت أقل فتكاً بالبنوك الكويتية من القطاعات الاقتصادية الأخرى لتمتع البنوك بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية الإقليمية والعالمية من الكويت خالد كبسكا نيوز عربية اشتركوا في القناة